اخيرا عيوب مخفية في الموبايل المنتظر اللي قلت لكم سألته عليه وعملته قلبان على الفيديو او المنزل على اليوتيوب. الناس كتير بتقول لي عامل تنسيتي الايوب بتاع الموبايل ده موائزات والكلام ده بقى لك اوين عملتش فيديو العيوب زي ما قلت. حضر يا جماعة الله ده فيديو العيوب ان شاء الله صلى عنا بهم حاجة. الله يكو الشير والكلام ده بالحب. عايز تأمي الله يكعمل مش عايز براحتك. يعني معدوم مفاضية. ما فيهش لا شاحن ولا سمعات ولا الهواء. ولا حتى معافتنا مش مقودة. اجل التانية والاهم اللي لاحظتها السيلفي بتاع الموبايل ده مش قد كده. السيلفي الموبايل هنا تراتاشر ميجابيك سيل ضعيف في الصور. حتى كمان في الفيديوهات دليل مش بيصور فور كي. على عكس المعظم تسعين في المائة بخمسة واسعين في المائة من كل فئة الايما بتصور في فيديو فور كي. ان الفيديو اخر الف تامنين بس. ليه? حتى الكاميرا تسيل في ده بالليل تصويرها سايح شوية التفاصيل. مش عارف ايه الكاميرا الغريبة اللي مستخدمها سامسونج في الموبايل ده. حتى عافيش فراش امامي. يساعد في الضغط ضعيفة. ليه يا سامسونج? ليه? ليه التنزلات? قدوا الحاجة الاخيرة اللي قفلتني في الموبايل ده الشحن بتاعه. بيدعم شحن بكرة خمسة وعشرون وقت. متخير خمسة وعشرين وقت على بطرة ستلاف ميلا امبير. الموبايل مت مناخد اكترى من ساعتين على مشحن البطرة دي. ساعتين وحاجات بسيطة. ليه? ليه يا سامسونج? وكمان الشاحن مش موجود في العلب يا جماعة زي ما قلت لك لا شاحن ولا سماعة ولا حتى سكرينة. اوه الموبايل جابت لها حماية محمية. بس الموبايل حتنعوش حتى سكرينة وار مع في العلب ولا حتى تجرب ظاهر ولا الكلام. مثلا وبسط الموبايل ده من ناحية التانية اللي هو ققيمة مقابل سعر وموبايل اداء وحلو ومستقر. موبايلات سامسونج عامة في فئة الام بالذات فئة مستقرة. ما فعش مشاكل كتير معلاش اي ناوش مبنسمعش عنها قوي. يعني بالذات النهاية عشان مستقرة فقم نسمعش عنها قوي. يعني اللي بيجي موبايل منها بايش حيات رايق. بيبقى عارف الموبايل ده اداء مسلا متوسط هيفضل متوسط طول انا. نهاية بتبقى بس كده معنا. مش هينزل تحديثي مويته. الكلام ده لان معظم فئة الامة من سامسونج مش بينزلها تحديثات كتير. اللي هو تحديث او اتنين وشكرا على كده. سامسونج هي بتسيبك رايق بالموبايل.